أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنافذة البرية أمام شاحنات المحملة بالمساعدة الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم ولم يستقبل المعبر أي من الشاحنات على مدار اليوب يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات وذلك على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح وللمزيد مع رامي محمد مراسل التليفزيون المصري بعد التحية في هذه المتبعة لتدعيات الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين داخل قطاع غزة نرصد المشهد الإنساني حيث نرى الآن من خلف استمرار الاستفاف أكثر من 1260 شاحنة بامتداد الطرق من المنطقة اللوجستية بالقرب من مطار العريش وحتى مدينة رفح أما إذا تحدثنا عن معبر رفح اليوم لم يستقبل أي من هذه الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية أو حتى المحملة بالمشتقات البترولية وهذا يأتي بعد عدد من الإجراءات التعصفية ما بين التباطق خلال هذا الشهر أو الإجراءات التشددية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو الرفض والإغلاق كما حدث اليوم أما إذا تحركت الكاميرا الآن على يساري لتظهر حجم الوجود لهذه الشاحنات المصطفى منذ عدد من الشهور والأيام وتجوزت الكثير والكثير من الأيام هذه الشاحنات المحملة بالمواد الإنسانية المنوعة ما بين غذاء وإغاثة أدوات طبية مياه وأيضا العديد من المساعدات الإنسانية وإذا تحدثنا أيضا عن استفاف بامتداد الطرق من المنطقة الجستية في مدينة العريش إلى مدينة الشيخ زويد ومن ثم إلى مدينة رفح وأيضا هناك العديد من المشتقات البترولية في الصف الآخر تستفف بامتداد هذه الطرق هذه الشاحنات يقف أمامها عائق كبير وهو حالة التعنط الإسرائيلي أمام العديد من هذه المساعدات الإنسانية على مدار هذا الشهر تحديدا إما بتباطئ الإجراءات أو الإجراءات التشددية والتعصفية وتقليص عدد هذه الشاحنات التي تدخل إلى منفذ كرم أبو سالم ومن ثم تدخل إلى المدنيين في قطاع غزة أو عن طريق الإغلاق والرفض كما حدث اليوم هذا هو المشهد بكفة الزوايا وإليكم الكلمة